إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضادي كلمات صاغها أمير شعراء العرب الراحل أحمد شوقي مادحا بها اللغة العربية التي يحتفل العرب بيومها العالمي في الثامن عشر من شهر كانون الأول من كل عام وهو اليوم الذي يوافق تاريخ صدور قرار منظمة الأمم المتحدة بإدخال العربية ضمن اللغات الرسمية التي تعمل بها المنظمة غير أن اللغة العربية على جزالتها وجمالها باتت تواجه أزمة حقيقية بعد أن تخلى عنها بعض بنيها بدعوى عدم ملاءمتها لتطورات العصر الحديث واقع تتجلى مظاهره في غياب اللغة العربية السليمة عن كثير من جوانب الحياة العلمية والاجتماعية في المنطقة العربية حيث نابت عنها لهجات عامية تختلط فيها العربية بغيرها من اللغات الأجنبية التي انتشرت بفعل عقود عاشها العرب تحت نير الاحتلال الغربي فأهملت تعليم وانتشرت الأمية وغابت محاولات تطوير اللغة إلا قليلا حتى لتكاد اللغة العربية تنحصر في الشعر والأدب والعلوم الدينية الإسلامية وعلى الرغم من وجود بعض المبادرات لتمكين اللغة العربية في المؤسسات والحياة اليومية في الوطن العربي إلا أن الأزمة تبدو أكثر عمقا من ذلك فالشباب العربي الذي هو عماد أي نهضة ثقافية أو علمية مستهدفة يواجه في عصر السماوات المفتوحة والثورة التقنية تحديات كبيرة فوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لا تترك مساحة تذكر حتى إن قراءة الكتب بمفهومها التقليدي تكاد تندثر ليحل محلها مشاهدة المقاطع المصورة القصيرة وربما قراءة منشور لا يتعدى عشرات الكلمات أزمة حقيقية وتحدي كبير لا يمكن التغلب عليه في رأي المتخصصين إلا بالثقة في اللغة العربية التي استطاعت الحفاظ على أسسها الرصينة بعيدا عن التأثر المخل باللغات والثقافات المغيرة بل كان لها الدور الأكبر في المحافظة على الهوية العربية بوصفها لغة القرآن الكريم ومن ثم فإن الحفاظ عليها يبدأ بوضع البرامج والخطط لنشر الثقافة العربية والإسلامية ضمن مشروع تنموي جامع لا يبدأ فقط باللغة ولا ينتهي عند الثقافة